السلام للبنات إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية أرقاكم فيديو أنتم بكمل صحتكم صحة فطوركم صحة رمضانكم إن شاء الله تكونوا بخير وجوزوا النهار الأول بخير أنا يا صف الحمد لله أبغشوا يا لعيتهم لعيكي مقال شوفوا ما فيها نتحضن المسبق ولا ولو ندخلوا على الوحدة نخرجوا على السبعة ندخلوا على الربعة على السبعة يعني كوزينة ما فهمت هاش أنا هذي ما ندخلوا بكرين حتى السبعة بش نكملوا قلوا لي أنتم كيفاش جز نهاركم كيفاش جوزوا أول يوم مش درتو وش ما درتوش إن شاء الله لحن نقرق تعليقاتكم المهم هناكي الأخوات اللي قالوا لي شاركي معنا أول يوم ولو أنه يعني جز الحمد لله كنت شوية عينة ما درتش وش كنت دير حبة يعني قاع كنت حابة ندير دي سالي كنت حابة لكني شوية كنت تعبانة علوغ درت وش كتب الله بكون يعني حنوري لكم وش درت اليوم وكذلك حندي لكم الوصفات لي درتهم اليوم بلك يعني يستفادوا منهم بعض الأخوات هنا درت أنا يا شرب أفريك اللي راح قتلي أخت وقيلة ولتنين شاركي معنا الوصفة تع شرب أفريك راح نحطها إن شاء الله غدا راح نركب باقي الفيديو وكنت درت تجي نرخم كذلك بطريقة سهلة راح أوجب زف بنين راح نشاركه معكم إن شاء الله كذلك وهنا أكيد درت هذه كوبة الأروز لماذا ما نزلتها لكمش درت ورق نعينا بلي درتو معاكم ديجا ودرتو في البوات قطكم لجبدو برك درت شوية سنبوسك كذلك وشاركتو معاكم راهو في القناة ودرت بوراك كذلك راهو في القناة يعني كي ما يقولوا مليح يعني الواحد كيدير تحضير المسبق يجبد أي طيب أوكي بالصحي يجبد أمور اللي يكونوا متواجدين عنده يقليهم بارك ولا ولو أنه كيف كيف لا تحضير المسبق لأولو فيها فيها المهمة كان هذا تجير الخام كذلك اللي قد كم درتو زينتو هنا بشوية لوس شوية معدنوس والتخونج دو سيترون جا مريقة خاترة جا بنين متحلناش جا هايل رح نشارك معاكم الوصفة إن شاء الله رح نركبك الفيديو السامحولي برك اليوم يعني جي بريفيري نشارك معاكم الحلو اللي درتو درت دي سيقا كان أخوات طلبوا مني حلو حاجة حلو واقتصادية أصبقت اليوم أنا يا كان عندي شوية تعكاوكاو و جنجلان حاجة كذلك صحي يعني جنجلان بزال في مليح قلت نشارك معاكم الوصفة هنا كذلك درت شبح السفران بطريقة سهلة لا سوز جت كلاغ هيلا عسيلة جت هيلا و درتو يعني بطريقة ليه ليه بمغابيد رح كذلك نشاركه معاكم اليوم برك ركبت الفيديو تع هاد الحلو حاجة حلوة رح أنزلها اليوم والبقية إن شاء الله غدا عدروني بل بسافياتكم صحة يعني على تفاهمكم هنا يا نروح دي راكت للوصفة كون عندي شوية كاوكاوكي موقف لكم حمصته تحبوه في الفوق تحبوه في مقلاب برك نقصولها وخليه تحمص بعقله باش يجينا مقرمش وبعدها قشرتو يعني هاي اقتصادية ما فيهاش بزاف غير شوية كاوكاو و كذلك نجلجلان حمصته كذلك درت له تحميصة باش يجينا بنين هنا تديت زوش كيلة تاع الكاوكاو تاعنا المحمص ومقشر مع قريب كيلة تاع السمسم يعني ما يضرش يلستو شوية لا كيلة زوش كيلة بكيلة ولا لانه سمسم يجي بزاف بنين انا بعد ما خلطتهم انايا رحيتهم احتول لهم احتول لهم امبات رحيتهم احتول لهم عجينة واحدة هاد الحشو بزاف سهل سيت يعني نديلكم حاجة اقتصادية بتلت مكونات فقط اللي هو هاد الكاوكاو و الجنجلان ودرت له قارصة عملح وشوية عقرفة لاختياري يعني حبيتوا تبدلوها بالفانيلا يعني شوية فانيلا كيما تحبوا قارصة عملح وشوية عقرفة و جيت لهنا مغرفة واحدة تعمى الظهار لنكهة فقط و جيت لطميت هنا مدرج السكر لا لاحظتوا اني مستعملت السكر لانه راح نطم الحشو بتاعنا بالنسلي بحريف مكثف لكن اذا ما عندكمش الحريف المكثف تقدروا الوصفة تديروش لها مغرفة زبدة وتلمو شوية مزهر ومغرفة ولزو السكر وتديرو العجين هاد الخليط يعني تقدروا انا حبيت اللم اليوم بالحريف المكثف لكن اذا ما كاش تديروزج مغرفة سكر تديرو مغرفة تاع زبدة وديرو مزهر تاعكم هنا بعد ما لميت يعني انا الحشو تاعنا لميته كيما كتقوله غرب النسلي كما كتشوفه يعني خليته يرتاح قليلا وجبت لنا هنا ديول تاعنا هنا نسحقيت انا يا الغيراء تاعنا اللي استعملته هنا تاع مغرفة فارينا بشوية تاع الماء وجبت كذلك شوية تاعزيت بانسو رح نقول لكم اعلاش هنا قبل ما نبدأ انا يا ان يعني نوجد ديول تاعنا جدرت انا يا الحشو تاعنا باش يسهل لي يعني المهم ما درتو عبارة عن هكيما كتوفوك وغيرات هكا وخليتهم دوكوتي يعني غطوهم باش ما ينشفوش وددتهم حليتهم دوكوتي ومبعد رحت الديول تاعنا الديول اللي هنا يا انا سييت قسمتهم على ثلاثة يعني قسمتهم بالطول كيما راح ينشفوه وانتو ما وش تحبو تحبو يعني تديرو اديرو بطريقة واخدو اخرى او لا انا هادت لكم غير فكرة حبيتهم يجون صغي ورين ووجو شابين هكا لكي انتو ما عندكم الاختيار يعني تديروهم دي سيقاغ طوال ولا اديروهم على شكل صامسات صغار وكبار بليتو كيما تحبوه انا هنا يا لالا الحبة كيما كنت شوفو قسمتها الى ثلاثة وجو هكا بهذا الطول انا يا باش نديروهم حبيبيت صغار ايجوا ايجوا شكلا يعني شابين انا يا قبل ما ندير الحشوة تعنا ادووزت خفيف هنا يا باش تساعدني برك في التشكيل ادووزت لهم خفيف هكا شوية بالبنسوب بالزيت وجيت حطت الحشوة تعنا وشكلتهم كي يدرتهم على شكل صامسات صغيرة انها كاسي وبك غلقوهم مليح فليكوتي واستعملوا هذك الغيراء كذلك اللي هو في فارنا والماء باش يتغلق ما يتفتحشهم بعدك ينجوا ونقليوهم وباد نعسلوهم هذي كانت الفكرة اليوم حاجة اخفي فاضريفاي ثاني تقدروا تغطوهم وتخلوهم في ثلاجة غضوهم دك تزيد وتستعملوا منهم يعني فكرة بزاف هيلة هنا يا قبط لكم انا يا بالغراء هذك بديت نشكل فيهم كي ما راكم تشوفوا جوزو بالزيت هذي كانت برك مجرد تعزيت ماشي ضرورية لك انا عندكم ديول طريية بزاف ولا ما حبيتوش هد الفكرة تعزيت تقدروا تستغنوا عنها لكن صدقوني بزاف هيلة تساعدكم في الخدمة ماشي بزاف دهن وخحاجغ في فابرغ انا كملت الهنة يعني دهنتهم ودرت لهم الحشو هذك ومبعد جتني لديت عندي لهم تاني دي ميني سيقاغ يجوا بزاف شابين يعني تشكلوا كي ما تحبوا كي اللي كملتهم دي ميني سيقاغ وعلى ذكر يعني لي سيقاغ وقعب كتبوا لي انتم ما وجدرتوا حالة اول يوم ولي عندها وصفة شابة تشاركنا معنا يعني تشاركنا تقول لنا عليها ولا مذبية نقرقات تعليقاتكم ونشارككم في يعني في أفكاركم مذبية اللي عندها حاجة وتحب تقولها انا مرحبا بيها هنا بعدها انا يدت هذلي ميني سيقاغ كذلك سيو برك في اللول اغلقوهم من اللي كوتي باش ميخرجناش الحشو ونبادلوهم انا عم بلي كي كتصورت الفيديو وليتكم خطوات لكن جب لي ربي تصوير من بعيد غلقوهم عادي يعني سيو برك في الاول غلقوهم من اللي كوتي ونبادلو ليهم حتى اللافان وغلقو بالغراء هذك باش ميتحلوش انا حصلت على هذو ما حبيتهم هكا يجوا صغيرين ثم اللي بي قطكم خلوا الاختيار ليكم اهنا يا اذا كنتوا حتقليوهم في نهاركم اللهم ابارك إلا حبيتوا يعني غدوا من داك ولا سيو دائما اغلقوهم يعني ديروهم غطوهم بامتساشي ولا باش مييبسوا لكمش يقعدوا طريين الداخل معا درنامو هذك الزيت يقعدوا طريين كيتقلى ويجو شابين هذي كانت بركة كملاحظة إلا خليتوهم الغدوان داك فرجيدار ولا وجدتو كونتيتي كبيرة وحبيتو تعيومين ولا غطوهم بارك باحكام هذا مكان سينو إلا خليتوهم تمتم ماشي مشكل بعدها أكيد ديركت المقلة مقلة ما فيهاش زعمة بزيت بزيف ماشي شرط زيت بزيف اقعدوا بقدامهم باش تحصلوا على اللون هذك الضوغي ما يتحرقوش كما كالحال هذا هو الضيسغ اللي شو زيتهم اليوم ومبعد أكيد ديركت في العسيلة العسيلة مزيدوا لها أولو أنا مستلهاش المظهر بش يقعدون مقرمشين مستلهاش مظهر يعني العسيلة تكون بارده وهذه اللي تبدي مني سيجا هذو ما توعنا يكونوا سخونين أنا كما كنت شوفوا العسيلة كانت بارده دتها في تبيسي وهذو بعد ما درتهم يعني فوق البابي باش يتشرب شو يزيت وهو ما سخونين رح تحطيتهم في هذيك العسيلة باش يقعدون مقرمشين كيما كالحال أنا بعدها كيلي جوزتهم في الجنجلة اللي كنت حمصته بقالي شوية والاخرين كان عندي شوية فستق هكا مجروش حطيتهم فوق الميني سيجا وهذو اللي بتي سمسا اللي جوزتهم في كيما راكم تشوفوا في راح اللي خلاص في السمسم كانت هذه الوصفة تعليم اللي إن شاء الله تكون عجبتكم وصفة في فضريفة يعني بدينا بها رمضان إن شاء الله كيما يقولوا يكونوا وصفة أخذ أخرين وجوزوه بك بالصحة وله أنا هذا ما كان نقول لكم صحة صحوركم حبيبتي أتها الله في روحكم إن شاء الله إن شاء الله نسمع لكم كل خير اشتركوا في القناة